بعد الحفلة الضخمة اللي أقيم في دبي واللي تم الإعلان فيه عن إنشاء مستشفى جديد لمجدي عقوب في القاهرة وبعد جمع أول دفع من التبرعات بعد الحفلة على طول سعيدة أن أنا مع دكتور مجدي عقوب ودكتور مجدي إسحاق المدير التنفيذي لمستشفى القلب هتكلم الأول مشاعر وبعد كده نشوف بقى الحسابات والأرقام والحاجات الفضلة يمكن حضراتكم كنتوا بصين للمسرح ومش شايفين الناس من وراكم أول ما تقال اسم دكتور مجدي عقوب الناس كلها وقفت كانت مش بتسلم بأيديها كانت بتسلم بقلبها يا دكتور مجدي الحضور كانوا من كل الجنسيات وحضرتك عارف ما كانوش مصريين بس أنا حسيت أنا طول وقت فخورة أن أنا مصرية بس أنا كنت فخورة أكتر وأنا وقفة بس أقفلك مع كل الجنسيات دي Very proud of you Thank you very much شكرا جزيلا طبعا ده حاجة جميلة جدا طبعا الفلوس مهمة إنما الشعور الجميل ده من الشعب المصري ومن الشعوب التانية العربية وحتى كان في أمريكان كميلة جدا ودي بتدي قوة ودفع المشروع أول دفعة للمستشفى الجديد هتكون بالحسبة بقى والضرب والجمعة والدولار ودرهم ومصري هتبقى كام بالزبط يا دكتور مجدي حوالي 360 مليون جنيه مصر 360 مليون بنيه في ناس تفتكر المبلغ ده كبير جدا والحمد لله القضيت هو مجرد دفعة صغيرة فيما هو متوقع المطلوب للمستشفى هو تكلفة المستشفى 250 مليون دولار والأكويبمنت 40 مليون دولار يباني تكلمي على 290 مليون دولار 290 مليون دولار الدفعة الأولى النهاردة تقريبا 29 مليون دولار 25 مليون 25 مليون على ضخمة المبلغ إلا أن مشوارنا كلنا طويل إن شاء الله لإنشاء المستشفى مشوار طويل لكن إن شاء الله ودي بداية خير وبداية تفاعل وهنكمل مشوار إن شاء الله